هل أن القرآن كتاب عربي بامتياز أيضا هل أن القول بين القرآن هو حصيلة صراع كبير لأمم وشعوب ولغات سابقة عليه فعلا كما يقول بعض الباحثين أو المستشرقين هذه الأسئلة وغيرها سنحاول إجابة عليها خلال هذه الحلقة السريعة حول بعض التعليقات التي حصلت عليها من خلال نشري لموضوع بعنوان هل أن هل نزل القرآن عربي كنوا مع أصدقائي وهذه الحلقة أتمنى أن لا تطول حول هذا الموضوع المهم السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سأتناول في النقاش حول كثير من الآراء التي طرحت حول موضوع الذي طرحته حول لكسنبورغ وقراءته القرآن وإعتباري النص القرآني هو نص له جذور آرامية واسريانية في لحظة ظهوره وفي كلماته وتعبيراته ومعانيه وأيضا ربما في آياته تنجد هناك مرجعيات لأديان أخرى سابقة على القرآن أو معاصرة له عموما أنا عندما أن نقول أبدأ بالنقاش على مسألة أساسية هل عندما نقول أنه أنزلناه قرآنا عربيا أو جعلناه قرآنا عربيا حسب التعبير القرآني من عندما نقول عندما تأتي الآية وتقول جعلنا جعلناه قرآنا عربيا هذا معنى معنى أنه جعلناه يعني كأنما هناك شيء كان هناك أصل تحول من أصله إلى أصل من شكله الأصلي إلى شكله الآخر وأنه جعلناه أي أنه هناك شيء ما جعلناه عربيا هذا الكلام واضح أنه واضح الإحالة إلى الكتاب الوحيد الموجود الديني هو الكتاب أي ويعني دائما القرآن الكريم يعني بالكتاب والقرآن التوراقص فعندما نقول قرآنا عربيا هذا يعني يحتم علينا أن نفهم ما معنى كلمة قرآن وما معنى كلمة عربيا أو عربي هل هو العربي هل هو جنسية عربية أو شعب من الشعوب أم أنه يعني مجموعة من الناس مجموعة من الأقوام الذين يسمونها جميعا بكلمة عرب أو يصفونها بكلمة عرب كلمة عرب قدما نجي نحللها أنا بتحليلي أو متابأتي للموضوع اكتشفت بأن كلمة عرب تعني الغرب وتطلق على الناس الذين ليسوا من أتباع الإمبراطوريتين الإمبراطوريتين السلسانية والرومانية سواء الرومانية البيزنطية أو الرومانية التي تنتسب إلى روما أو روما الفاتيكان فهي بالتالي كلمة تعني مجموعة من الأقوام والعشائر التي تنتشر في منطقة على أطراف الإمبراطوريتين أيضاً عندما نرجع أصل التسمية أو من أطلق أول من أطلق هذه التسمية حسب الوثيقة الآشورية بالقرن التاسع قبل الميلاد تقول إنه لا أعراب أو عرب أو شيء من هذا القبيل هذه الأقدم وثيقة وصلت لها لكن الوثيقة التي أطلقت تسمية على منطقة جغرافية واسعة اسم العرب هي أول من أطلقها هم الرومان وقالوا حتى عندما نشهد الخراط قديمة نجد أنها بلاد العرب أكتوب عرب أو شيء من هذا القبيل ممكن نشوف الخريطة كما ترون هذه خريطة الإمبراطورية البيزنطية سنة 565 قبل بعد الميلاد أي قبل ولادة الرسول بخمسة سنوات حسب الرواية التي وصلتنا هنا نجد نرى العربية عربية مكتوبة على الجانب اليمين للأسفل كما ترون وهنا أورشليم ولم تكن تسمى أورشليم في وقتها كانت بإيليا ولأنه تم تدميرها تماما وتغيير اسمها سنة السبعين بعد تدمير الهيكل الأخير سنة السبعين بعد ثورة كبيرة لليهود المكائيين وغيرهم فعندما نجد هذا اللون الوردي هو الإمبراطورية البيزنطية وما تمت إضافتها بعد ذلك سنة 565 هذه الإمبراطورية الأخرى الأصلية يعني الرومانية الأصلية قبل انقسامها وهي الآن اللي باقي منها فقط آثارها يعني هي الفاتيكان مكان صغير جدا داخل روما أموما هنا كلمة العربية هذه من الخرائط القديمة الأقدم من هذا خرائط بطليموس وغيرها كانت الخرائط يعني الأيام هي رودوت اليوناني وغيرها هذه كانت أيضا تسمى العربية فبلاد العرب هي تسمية أطلقها الآخرون على هذه المنطقة والتسمية العرب تأتي من أصلا كانوا يسمونهم عرب وحد هذا اليوم قدما تذهب إلى شمال أفريقيا دول شمال أفريقيا مصر تسمي الناس الذين يعيشون في المناطق خارج المدينة يسمونهم العرب أو الفلاحين أحيانا يسمونهم لكن عموما الناس الذين يعيشون في المناطق الغير مأهولة يسمونهم عربا أي أنهم مثل الأعراب حتى أنا بالأراق أنا بحياتي مشاهدة الصحراء يعني مدن موجودة نزر مدن أغربها داخل مناطق زرائية نسمي الناس الذين يعيشون في المناطق وبعدها يسمونهم عرب فالعرب هي كلمة لا تعني أنه هناك جنس أو شيء من هذا القول من هذا النوع لكن هي هو عندما نزل القرآن قال أنه قرآن عربي بمعنى أنه هذا موجه ليس إلى المناطق التي يعيش فيها الناس المدنيين أو المنتسبين إلى الإمبراطوريات فكل من هو غير عربي بحاجة إلى دين وكان هناك إرساليات كثيرة جدا في القرون بعد المسيحة يعني القرون الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهناك بحوث أنثروبولوجية على هذه المناطق وجهة وآثار كثيرة تؤكد وجود إرساليات وتوجود كنائس وتوجود محاولات لتنصير الشعوب للناس الساكين في هذه المناطق وخاصة من قبل الذين تم اقتهادهم من المسيحيين الذين يعترضون على المسيحية التي تبنتها الامبراطوريتين بيزنطية أو الرومانية وهي تعقيدة فيها عقيدة تكليف هناك عاقبة ونساطرة وصارت كانت صراعات شرسة جدا بين الجميع وانتشرت هاي الأديان وإسلام هو في الحصيلة النهائية هو الذي أفرز الذي خرج من بين الجميع وكانت دعوة الرئيسية أنه نحن نريد دينا خاصا أو موجها للأعراب الموجودين في هذه المنطقة وأعتقد أنا شخصيا بأنه بعد قرأتي وطلاعي على هذا على الإرساليات التبشيرية في هذه المنطقة أنه كانت حافلة بالمحاولات المتكررة لتنصير أو تهويت هذه المنطقة ويعني القرآن نفسي وثقها المسألة خاصة في آيات الإخدود وأصحاب الإخدود والتاريخي وثقنا حملات أبرها وغيرها والمعارك الضخمة التي كانت يشترك بها الجميع كان يشتركوا بها اليهود ويشتركوا بها المساعين ويشتركوا بها الفرس أيضا فكانت منطقة صراع ويبدو بسبب الحركة التجارية القوية في تلك المنطقة وهي أصلا نتيجة للصراع الروماني الساساني أو الفارسي هذا كان قطع الطريق إلى الهند وإلى الصين وكانت طر القوافل تأتي من طريق اليمن وغيرها وتصعد مع مجاور بحر الأحمر وبعضها يمر عن طريق قوافل على مكة أموماً اللي حصل هو هذا أنه فكرة وجود قرآن عربي هو فكرة وجود في الوقت نفسه فكرة وجود سلطة تتحكم بشعوب أو قبائل أو عشائر هذه المنطقة الممتدة بين أطراف الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية وجنوب اليمن هذه المنطقة كانت شاغرة وظهر الإسلام في هذه وظهرت دعوة المحمدية أو الدعوة الإسلامية هنا في هذا المكان تحديداً لكي تعوض هذا النقص وتوحد شعوب هذه المنطقة ولكن لماذا ظهرت في هذا المكان تحديداً هنا السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه وأعتقد جوابه ليس بالصعوبة الكبيرة عندما نجري بحوث عليها وهو أن هناك قوام وجماعات تم طردها تحت سنافق خيول الصراع المستمر بين الفرس والروم هذا الصراع ترك أثارها على هذه المنطقة وأدت في واحدة من نتائجها إلى ظهور الدعوة المحمدية يعني أنا أعتقد أن الدعوة المحمدية ظهرت في مكة ليس بسبب أن هناك وناس كفر ووثنين لا بسبب أن هناك صراع هائل بين الفرس والروم والأثر على الواقع والحياة في مكة حسب الرواية يعني إذا تأكدنا بأن البئثة النبوية ظهرت في مكة تحديداً وبنفسها المكان الجغرافي يعني إذا افترضنا بأن مكة هي هذه نفسها التي نعرفها الآن وتبقى احتمالات لكن هي الاحتمال الكبير أن مكة المقصودة هي هذه نفسها ربما بمكان آخر لا نعرف يعني لكن عموماً أحنا نقبل الرواية يعني أنا أثق بالرواية يعني إلى حتى بعيد بالرواية الإسلامية التي وصلتنا ولا يعقل أن تكون كل هذه الأحداث وهذه التفاصيل لا صحة لها لكن كل ما أعتقد أن هذه الأحداث ربما منطقة أقرب إلى المدينة منها إلى مكة الحالية لأنها شوفها بعيدة جداً عن مراكز الصراعات الكبرى بعيدة تماماً مكة عنها لكن عموماً الرواية مقبولة بالنسبة لي فليردقوله بأنه الرسول الكريم ظهر ليس لكي يتحدى قريش فقط بل لأن يكون هناك تكون هناك سلطة شاملة للناس أو سكان هذه المنطقة الشاسعة وهذا الظهور لم يهجز صدفة لأنما بسبب الضغوط كبيرة من قبل الفرس والروم الصراع اللي صار مع القراشين ربما لهذا السبب ربما كان القراشين من الحلفاء الروم مثلاً ربما وحتى ندرس الموضوع جيداً عندما نطلع على واقع الحياة في يثر في ذلك الزمان نجد أنهم أقرب أميل إلى الفرس منهم إلى الروم وواضح لأن خاصة أن اليهود الموجودين فيها هم ضد الروم يعني مسألة لا تقبل الجدل واللجوء أو هجرة الرسول إلى المدينة ربما لها علاقة بهذه المسألة يعني الصراع مع قريش هو أصلاً صراع ضد الروم وهذا نتضح بعد ذلك عندما نشاهد أن البيت الأموي هو من المقربين إلى الروم هو كان الذي يقول الصراع مع الرسول وكانوا أقرب إلى الروم بطريقة وبطرق حتى الرسول عندما ذكر كسرة كذكره بخير وقال أنه واحد من الذين سيدخلون الجنة عسب المرويات التي وصلتنا عموماً القرآن نعتبره هو جزء الحي الأثر الوحيد الباقي من تلك ذلك الزمان شبه الوحيد الباقي من ذلك الزمان وأن النص القرآني هو النص المحفوظ فعلاً الذي حفظ لنا في نصوصه في نصه تاريخاً عريقاً لشعوب هذه المنطقة وأفكارهم ومعارفهم وكيف قد تسأل واحد كيف لأنا نعتبر أن الكلمات الموجودة في القرآن هي بحد داتها آثار حية لمازالت حية لذلك الزمان وهذا الآثار جرى طمسها أو جرت إساءة فهمها نحن لا نفهم اللغة القرآنية بالطريقة الصحيحة وكانت مشكلة لا أتهم الناس المفسرين الذين فسروا القرآن الكريم بأنهم أساءوا الفهم لا أنا أقول بأنهم كانوا مضطرين لفهم القرآن وتفسيره وشرحه ضمن شروط قاهرة وليست اعتيادية من حيث يعني ماذا قاهرة لأن كما نعرف أنه هنا لأن الخلفاء العباسين الأوائل كانوا قد قرروا وضع دين مؤسس لهذه الامبراطورية يعني شهدوا الأمم الأخرى وكانهم يخضون صراعا عنيفا مع الدولة البيزنطية ودول أخرى وممالك أخرى هذا الصراع أدى بهم إلى أن يدخلون الصراع على أساس عقيدة دينية لم تكن هناك إمكانية لأن تكون العقيدة الدينية المسيحية المعاكسة للروم أو البيزنطين النساطرة مثل النساطرة والعاقبة لم يكن من ممكن الدخول في صراع معهم على هذا الأساس ومعاوية نوعا ما حاول أن يدخل معهم في صراع على هذا الأساس يعني هناك إشارات لهذا الموضوع أعتقد الباحثين ممكن أن يتحركون على أساسها أنا أطلق أفكار سريعة لا أوثق ما أقول من يريد التوثيق ممكن أن يتحقق بنفسه مما أقول ويقل لي إذا كنت غلطان أو صح لا بأس ما عندي مشكلة فأقول بأن العباسيين كانوا مضطرين إلى صناعة الدين الجديد وكانت الصناعة وتمت هذه الصناعة من خلال النس موجود في يثرب وهذا النس ترى جمعه من قبل سلالة أموية من قبل أول خليفة شفه أموي وهو الخليفة عثمان فالعثمان هو جمع هذا المصحف وأسمه قرآنا وقال بأن هذا القرآن هو الذي يعني بعد الصراع بين أن يسموه مصحف أو يسموه قرآن وأسماء أخرى كثيرة يستقروا على كلمة القرآن ولم يستقروا أصبحت يعني بحكم الواقع يعني بحكم التداول أصبحت هي الكلمة الساعدة فصار انتشر القرآن لكن القرآن لم يكن مقرآن هنا المشكلة الكبيرة لأنه مكتوب بلهجة وهذه اللهجة هي من لهجات الآرامية حالا حال أي شعوب المنطقي كانت كلها تحدث الآرامية أو لهجات الآرامية بعضهم حولها إلى لغة مثل السريان لأنهم امتلكوا دينا أصبح المسيحية فصار عدهم دين وبسبب أنه عدهم دين تحولت لهجتهم إلى لغة واليهود أيضا عدهم لهجة أكرعانية وبسبب أنه أدهم دين وأدهم كتاب وأدهم نص أصبحت لديهم لغة خاصة بهم العرب أيضا أو من سميوا عربا هم أيضا أصبحوا 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 أصحاب لغة لأنهم امتلكوا دينا فالفكرة الأساسية أنه العرب أصبحوا عربا وما يشبه القومية وفكرة توحيديها بالكامل هي فعلا هو التوحيد هو اللي عندها كلمة عرب هي نوع من التوحيد وكلمة إسلام هي نوع من التوحيد كلمة دين إسلام هي نوع من التوحيد فهذه كلها والقرآن والنص المقدس هو نوع من التوحيد هذه كلها هي هدفها الرئيسي أنه يشعر فيها الجميع بأنهم ينتمون على أمة واحدة أو جماعة واحدة هذا كله يحر يعني فكرة الإسلام هي هنا فكرة الدين الإسلام هي هذه وأيضا فكرة اللغة العربية هي هذه فكرة التوحيد وهذا من حق الشعوب في ذلك الزمان أن تكون لديهم هوية خاصة بهم ومختلفة عن الآخرين وهذا يعني تآلف مع رغبة سلطوية من قبل أو بإدارة سلطوية أو بقرار سلطوي من قبل خلفاء العباسين وقبلهم الأموين وقبلهم الخلفاء الراشدين حسب المرويات التي وصلتنا فبالتالي اللي حصلوا هذا أن أصبح هناك شيء اسمه الإسلام وأصبح لدينا هناك شيء اسمه لغة عربية وأصبح لدينا شيء اسمه الدين الإسلامي كما أقول لكن هذا كل ما كان هناك أسس راسخة لديه عليه فأمر الخلفاء العباسين بتدوين سيرة بقراءة القرآن بتطوير اللغة العربية وكانت تتم بالاستعانة بالمثقفي ومفكري ذلك الزمان أنا هكذا الصورة بالنسبة إلي أفهمها يعني بعد قراءة واسعة أزعم واسعة يعني قدر المستطاع أزعم بأن الصورة هي هكذا وما زارت فكرة الفكرة الإسلامية هي التي تجذب عقول وأفئدة الناس في هذا الزمان وأيضا فكرة العربية لأنه إحنا هاي الشعوب كلها هي ثقافتها ثقافة واحدة كانت ثقافتها آرامية أصبحت ثقافة الآرامية يعني نوعا ما شوهت بانتماءها إلى الروم يعني أصبحت الديانة المسيحية بشكلها الثلاثي البوليسي أصبحت أكثر انتماء إلى ثقافة خارجة عن شعوب المنطقة يعني عندما نجي المسيحية الغربية المسيحية الرومانية المسيحية البيزنطية فيها اختلاف يعني لم تتقبلها شعوب المنطقة وهذا المسألة يجب أن ننتبه لها لأي سبب كان هناك كانت هناك حركات بوضادة بقوية جدا من هذه العاقبة والنساطرة وأيضا الأخباط اللي هما أيضا يعني قضيتهم أنا ما ضابطة بصراحة بشكل دقيق لكن هي العاقبة والنساطرة كان هما ضد على طول الخبل إيروسين ضد الكنيسة الرومانية فبالتالي هذا أدى إلى لكن هذا العملية امتنجح لأنه هرقل انتصر عليهم جميعا وسيطر على شعوب المنطقة ووصل المنطقة الوحية التي يمثلها هي منطقة يثرب فبالتالي هذه المنطقة هي كانت بعد ذلك شكلت هجمة مضادة على الامبراطورية الرومانية بعد أن هزم هرقل واللي يعتبر من أكبر قوات الامبراطورية البيزلطية في ذلك الزمان وهزموه كما تنقل لنا الروايات الإسلامية هذا اللي صار يعني كيف هذا القائد العظيم الذي لم يهزم في أي معركة ومن أكبر في تاريخ الدولة الامبراطورية الرومانية يهزم بهذه الطريقة هذا أمر سؤال كبير يعني ومعناه أنه لم ينتصر انتصار حاسما على الامبراطورية سو سنة لكن اللي استغرب من خلال قراءة هذا كيف هاجم العرب أو الفارس يعني هنا أنا كنت أفترض بأنهم متحالفين معهم يعني الجيوش الإسلامية الأولى أو الخلفاء الأولى كانوا متحالفين مع فارس فكيف تحول الموقف إلى روما هذا مسألة اللي يعني هاجموا الروم والرسول أيضا هاجموا الروم أو دخل في صراعات معهم ولم يدخل الصراع مع فارس فهذا المسألة اللي ما جاء يعني أعتبرها هي ثغرة غير واضحة بالنسبة لأن أنا أمين إلى القول بأن الرسول والمسلمين الأوائل أو الدعوة المحمدية كانت في نوع من التحالف أو الهدنة يعني كلها هدنات ما في ذلك الزمان لا توجد مصلحة نهائي الكل يسطع على الكل والكل يدخل في الكل والكل يحاول أن يأخذ من الآخر بعد فاصل حتحدث عن القرآن وكيف نقرأه وهل لا نحن نعرف القرآن حقا وأيضا نتساءل لماذا تتم مهاجمة كل من يحاول أن يفهم القرآن ويقرأه بحرية السؤال الآن أصدقائك ما هو القرآن؟ هل نحن نعرف ما هو القرآن؟ هذا السؤال مهم جدا لأننا لحد الآن لا نستطيع قراءة القرآن وأصبح تحوله لرجال الدين وبسبب الضغط كما قلت الكبير لأنه كانوا محرجين لا يستطيعون أن يحيلون أو يفهمون القرآن ويفسرونها من وفقا للحاضنة التي خرج منها أو التاريخ السابق عليها أو اللغة التي كتب بها والتي هي جذورها آرامية فكانوا محتارين عندما يرجع إلى الجذور الآرامية يجد أمامه اللغة السريانية اللغة السريانية لغة دينية مسيحية فلا يستطيع استخدامه ولا يستطيع حالة الكلمات القرآنية إلى الأرامية اللي هي مشتركة يعني هي رصيد واحد مع السريانية زين يرجع إلى الكلمات الأخرى اللي بها بها لغة أبرية يكتشف بأنه هناك مشترك لغوي مع الأبرية فماذا يفعل؟ الحل الوحي وعندما يرجع إلى الحكايات أو القصص التي يتحدث عنها القرآن والتي هي كلها تدور بين مواحدين يعني عندما تقرأ تطلع القرآن لا تجد بوثنين ألا مظاهر قليلة وسريعة جداً يبدو الكتاب ولأنه يتحدث عن مشكلة بين التوحديين وأرى أنه هذا يقول تثليث ذاك يقول تجسيم وهذا يقول مسيح هو الله وواحد يقول أزير هو الله وهكذا فالصراع بينهم والكتاب والقرآن يقول لهم أنا الكتاب الذي لا رأيب فيه وما إلى ذلك يعني القضية ليست بين وثنين ولا ضد وثنين يعني ليست وعدما نرجع للتاريخ نقرب أنه منطقة كان منطقة مناطقية بها حركات تبشر قويجر والوثنيين ليسوا إلا بضعة قبائل يعني ضائعة في الصحراء ولا تأثير لهم ولا أهمية ومهبلين يعني منهم لا يوجد أحد في حالهم والعرب هؤلاء فيبدو أنه بعد ذلك صارت القضية التعويل على الوثنية لأنه هناك لأن الامبراطورية التي قامت لم تكن تؤمن بالفكرة التوحيدية التي أتى بها القرآن بشكل دقيق فتحب شيئا فشيئا جرى التوظيف السياسي للوثنية وكان بدلا من أن تكون دعوة خالصة للتوحيد شابتها دعوة أو تضمين للوثنية ولحد الآن نجد آثار الوثنية يعني معروف يعني الكثير من من المتدين والرجال لكنه يقول لك نحن نقبله ليس إنما شاهدنا الرسول قبله فقبرناك لكننا نعرف أنك حجر وهذا نفس اللي يقول هو الوثني سابقا فالآن أؤمن بالله لكنه هو حتى بشهادة القرآن نفسه فهو تكرار للموضوع نفسه لكن هو واضح أنه الهدف السياسي أنه كسب العقائد الوثنية في ذلك الزمان وجعلها تبدو بصيغة إسلامية ولحد هذه اللحظة كثير من الناس يعتبرون القرآن كريم يعني الآن لا يقول لك عندما تسأل هل تعرف شيء القرآن لا لا أفهم ولا لإعلاقة ولا هذا مسألة مختصين فكيف تفهم أنه كتاب ينزل ويقول لا تعتلون أو لا تقرعون يدعوك للقراءة وأدي الناس العادية يقول لك لا هذا الكتاب لا 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 يستطيع يقرع فإذن ما هو الكتاب بالنسبة لك مقدس فهذه هي الوثنية فهذه الوثنية هي التي استجاب لها رجال الدين وأعتبرها مكسب لهم لأنه المواطن العادية والمسلم العادية لا يستطيع أن يقرأ هذا القرآن فهذا هو هذا الطلب عز الطلب فأحنا فأحنا نفسر له ونحن نتحكم بأمره ونسيطر عليه بحجة أنه لا يفهم ولا يقع وحين يقرأ ويفهم يقول لا أنت لست في مستوى أهلك لأن تقرأ هذا الكتاب وأيضا حين ما يقرأ حتى المفسر نفسه بل لا يستطيع العودة إلى الجذور اللغوية للقرآن الكريم ولا جذور الخلافات المسيحية اليهودية السابقة عليها ولا جذور الخلافات الوثنية التوحيدية السابقة على القرآن والتي يتحدث عن القرآن نفسه لا 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 فلا الذي يدعي فهما في القرآن يفتهم ولا المفسر يفهم ولا المواطن العادي يفهم فتحول القرآن مهجور فعلا هو القرآن يعني فعلا أصبح مهجور من لحظة تأسيس الدولة أو الإمبراطورية العباسية تحديدا أو يعني خصوصا فهو أصبح فعلا مهجور يعني أصبح وثنا جعلوه وثنا مجرد قراءة للبركة يعني عندما رح تلقى بعض الدول العربية تجد يشغلو القرآن في أي مكان لا بأس ونعم بالله لكن الناس تقعد للبركة قال ليش شغلة للبركة ما معنى معرف والنتيجة النهاية تجد آلاف التفاسير ولا تفسير يعني يعني تقعد تفاسير فسلك لا ما في تفسير عندما يجي شخص بثل لوكسنبرغ إن شارت حلقة عنه يقول لك هذا لا هذا يحاول أن ينصر الناس يحاول أن شوه القرآن يسير القرآن يزعم بأن هذا الدين أن هذا الكتاب ليس عربيا أو لم ينزل بلغة عربية وهنا لك صلة به سريانية وش المشكلة يعني يعني خلي بي كلمات سريانية أو أد جذور سريانية وين المشكلة بالعكس هاي فرصة جميلة لأن نقول بهذا الكتاب يحوي كل شي يعني يحوي اليونانية يحوي الفارسية هذا شي عظيم وبالعكس هذا يطينا فرصة لأن نقول بهذا الكتاب هو إرث بشري للناس أجمعين ولنا أن ندعي بأنه ليس خاصا بنا هو كتاب مفتوح للجميع وممكن أن يغلق تناول للجميع ولهم حرية الكاملة بأن يقروه كما يشاء وهذه هي دعوة الكتاب نفس للآل الجميع أن يعقلوه أما أن نحول إلى ملك شخصي وأقطاعية خاصة به الإمام فلان أو الشيخ فلان ولا يجوز المسها ولا يجوز تفسيرها ولا يجوز قراءتها هذا كلام وهو يعني ياريتهم مقارين بطريقتهم طريقة صائعة هم حولوه إلى طنم يتعبدونه أو يجعلون جميع يتعبدونه ويستغلون جميع باسمه يعني الكتاب الذي أتى ضد التوحيد وحارب التوحيد حارب الوثنية قصدي ودعا إلى يعني ارتقاء الإنسان من من مرحلة الوثنية ومرحلة الشرك بالله إلى مرحلة التوحيد وهي معنى شنو معنى أن الناس كانت متفرقين يعبدون آلهة مختلفة وحكومات وهنا قوانين مختلفة وهو الدعوة البسيطة قلنا خلينا قانون واحد ويحكمنا جميعا وانت الموضوع أي أشبه بالدعوة إلى يعني بالمنطقة قديمة أشبه بدعوة إيمانويل كانت يعني لا المثال تضرب ولا تقاس إلى أن حكومة عالمية وهذه الحكومة العالمية في قوانين واحدة تسرع على الجميع بسواسيرتا هي الفكرة هكذا لكن طبعا بمقياس العصر القديم لا أنه من يقف ضد قتلة وذبحة وسلبة وأدامرة لا أعتبره بشرا أصلا فبالتالي هي فكرة توحدة لكن ما الذي حصل حصل أنه أصبح كتابا مهجورة بسبب رجال الدين الذين هما ادعوا أنهم الحرص على هذا الكتاب هذه المفارقة العجيبة أنه الكتاب الذي يقول أنه يوحد الناس جميعا أصبح عكس هذا لكن طبعا هذا لا يعني بأن الكتاب ليس فيه أشياء غير مقبولة بعصرنا الحاضر لا أريد أن أنافس المتدينين في دينهم لكن أنا أقرأ وأفهم الأمور بطريقتي وأحاول أن أضع عدوات لفهم النص القرآني وأقول بين النص القرآني والنصوص القديمة عمول وكيف يفكر الناس القدماء وهذا التفكير هو الذي فكرة القرآن الوحيدة هي هاي فكرة بسيطة جدا أنه الناس واحدة التوحيد هي ليست مثل إله واحد وهناك آلهة متعددة لا هي حكومة واحدة وحكومات متعددة هي أفضل من حكوماتكم أنتم متخلفين وثنيين وتؤمنون بآلهة متعددة وسرع تكون حروب بيناتكم بسبب هذا الإيمانات المختلفة إذا صحت كلمة إيمان تكون أعداد كبيرة من الارتباطات والمتغدات فعلينا أن نواحدها هاي الفكرة بساطة وهاي القصة كلها هي عشان هاي القضية فالله أكبر أكبر من معضعي أكبر من آلهة الآخرين يعني مو أكبر من البشر فالآلهة الآخرين كلهم صغار وقريك هذا الله الذي أنا أؤمن به والذي أرسلني هذا الإله وهذه قوانين مالتها هاي الشريعة مالتها يجب أن ننتزم بها جميع يعني وانته المشكلة تنتهي الخلافات كلها لكن الذي حصل هو عكس هذا أنه ظهر بأن هؤلاء المختلفين أقوى على عرض الواقع على الآخرين أقوى بدليل أنه ما زلنا لحد هاي اللحظة مختلفين بل ازددنا اختلافا وتخلفا وكل ما له علاقة بالخلف يعني حتى أصبحت مذهبنا متخلفة وتدع العودة للأصول وإلى السلف يعني صار المذهب والمتخلف يعني عندما تذهب إلى الخلف المتخلف من الخلف أنت يعني ذهبت عدت إلى الجوهر الأصيل هي كلمة أصيل السيئة يعني الأصالة ما هي الأصالة لا يوجد شيء اسم أصالة إنسان يتقدم ولا يرجع للقحقرة أو يرجع للخلف فعندما ترجع على أصالتك الأصالة هي ترجع على القرد يعني مثلا أو ترجع إلى زمن 2000 قبل الآن فالناس كانت فقراء ومساكين وأوائهم محدود وبسيط الآن طفل عمره عشر سنوات قد من المعلومات ومن المعرفة ومن المهارة أكثر من أي رجل مسن ومتعلم في ذلك الزمان بعد الفاصلة سأتحدث عن خطورة طرح آراء جديدة على الخطاب العام أو الخطاب السائد أو المهيمن على واقع مجتمعاتنا كما قلت أن الكتاب المقدس له له تاريخ مثل ما الكتب الأخرى لها تاريخ وأثبت الباحثين أن جذور الكتاب التورى والإنجيل جذورها واضحة وهناك آلاف الكتب التي تبحث في هذا الموضوع خطورة هذا الطرح لماذا يتم تصدي لكل من يحاول أن يفهم القرآن الكريم ويفهم النصوص الأصلية أو يفهم الدين الذي ورطناه بطريقة بطريقة على الأقل يعني ويدخل فيه نقاع شحور يعني ليس فيه ساعة لماذا لا حق لي بنو ناقش أمرا يشملنا جميعا وهو إرت للناس جميعا لماذا يتم رفض أي محاولة من هذا القبيل هذا أمر غير مشروع في كل المقاييس حتى المقاييس الدينية نفسها النتيجة الخطورة كامل أنه هذا رفض لفكرة وجود كتاب مقدس هو ملك خاص أو محدود لفئة محددة أصبح هذا الكتاب وكل إرث الحضاري الديني كل الموروث الإنساني هو ملك للناس جميعا هو أصبح ملكية عامة القرآن الكريم خاصة هو ملكية عامة وأصبح أمر واقع لا تستطيع الآن يعني عندما تحتج عليه هذا كلام فاضي يعني انتهى يعني الآن موجود أكو ألف واحد موجود الآن يتحدث بهذا الموضوع ويدرس هذا الموضوع اليوم ما تقبل بعد مئة سنة أو مئة سنة الآن معاهد وبحوث ودراسات لا أول لها ولا آخر حول الموضوع القرآن فمن تكون انتهى ترفض يعني أصبح يعني خطورة الموضوع الآن أصبح أو النقاش في هذا الموضوع أن النقاش أصبح عاما ولا يخص المسلمين هالخطورة الثانية خطورة ثالثة أننا من خلال القرآن فهمنا بأنما قبل القرآن ليس مثل ما بعده مثل ما وصلنا الذي وصلنا محاولة تفسير القرآن وفقا لقراءة المفسرين وهؤلاء المفسرين كانوا محاصرين وممنوع عليهم الحالة إلى مصادر القرآن أو تاريخ النص القرآن تاريخ المضمون القرآني سواء المضمون القرآني على مستوى اللغوي أو المستوى الموضوعي أو القصصي أو الديني فلا عرفنا التاريخ وهو القرآن نفس يقول أنا جئت يعني مصدقا لما الكتاب الأصلي فبالتالي قطعت هذه الصلة وقطعت الألاقة باللغات الأخرى أصبح هذا الكتاب يعني مثل واحد التشجرة قطعتها عن جذورها يعني سواء جذور مقدسة جذور في السماء أو بأي مكان ما لألاقها وهذا الكتاب إلى الجذور هو يقول أنا عندي جذور وهو يقول أنا جذور هو يقول أنت قطعت هاي جذور فكيف رح تفهمه هذا أد إلى شيء خطير جدا وهو غسل العقول حتى هذا اليوم وهو تأليف قصص على هذه النصوص وأصبحت هذه القصص هي السائدة وأصبحت آيات حقائق وأقول لك هذا النص أصبحت العودة إلى النص إلى الحديث أصبحت أقوى من العودة إلى النص المقدس نفسه لماذا؟ لأن رهما النص المقدس لا يفهم أنت قطعت الشريان الأساسي الذي صدر عنه فصحي هو أجل وحي للرسول لكن الوحي هو نفسه هو الوحي أجل للتوراة أو الوحي للإنجيل أجل الرسول فحتى هذا الوحي أنتم قطعته قلت لا هذا الوحي انتهى ما ريد ما علاقة به مذاك الكتاب التوراة الوحي حجمة عاد القرآن خمسين مرة وغير الشروحات عادة التلمود هو القرآن كثير من أندي العلاقة بالتلمود حسب آلاف البحوث التي طلعت حول هذا الموضوع والتراث اليهودي الذي من يطلع عليه ترك كارثة عاد خمسين عمر حتى تقرأها يعني تجوش حتى تقرأها وتفهمها فأنت تيجي تقطع هذا كله في لحظة يعني كيف تفهم إذن كان اللي حصل هو جرى تسقيط أو إسقاط فهم جديد على الآيات القرآن وأيضا أدى الاختراع أحاديث لا تحصار وأيضا اندت له مشكلة أكبر أنه اخترع بعد ذلك تصحيح الحديث وحديث صحيح وغير صحيح والقصة صارت الآن أصبحت حقائق لا تقبل النقاش أن هناك حديث وحديث صحيح وهذا مضبوط وهذا متفق عليه وهذا لا والحد هذه اللحظة يطلع لك الألباني يسوي لك المراجعة للحققه وصحاحه الألباني لماذا؟ لشيب هذا البتر الأساسي الرئيسي الذي جرى قطاعه فالشيء عجيب يعني مثل كرة الأرضية تدور حول الشمس فأنت قطعت كرة الأرضية ورميتها بالسديم الكوني فأنت لا تعرف ما هي مرجعيتها فتشوف هذه الأرض هاي المن تابع لا تعرف أي حجر هذا تابع الأصل ما لنته شنو هذه الجو وهذا الأكسجين من أين أتى كيف تكون فمجرة أخرى يعني يعني قطاعه من منظومتنا الشمسية ورماها من مكان ثاني فألف منظومة شمسية جديدة وقال هو هذا واختلفت يعني القصة كل اختلفت فأنت ما تعرف أنه قطعت الجذور فبديت تألف قصص جديدة لأنه ما أمام غير الطريق واحد أنه تفسر النص بطريقة جديدة هذا أدى لأوجود أسباب نزول يعني أسباب النزول هي ليست أسباب النزول هو النص نزل أولا وبعد ذلك يعني اخترعوا له أسباب النزول طبعا لا أجزب بهذا الكرام حتى نكون دقيق لكن عموما أغلب البحوث الجديدة تقل لك الكثير من الآيات تقرأها إلها علاقة بقصص ثوراتية وهذا مو إساء للقرآن بالأكس والقرآن يقول أني هذه الأشياء موجودة بالتورا علمه الملك يعني موجودة لم أأتي بشيء جديد وهذا يعني الله واحد وقابل أكو ألف الله يعني هو الله واحد حسب المنظومون القرآن الخطورة الثانية التي تصيب المنظومة للمؤسسات الدينية الموجودة حالية هي التي تحرض الناس على تصدي لكل محاولة لفهم القرآن والتي أصبحت عملية تصدي مسألة فارغة ومالها قيمة ولا جدوى منها لأن يعني الحنفية انفتحت يعني بعد ما تنست هذا مدام مواقع التواصل كذا والبحوث وبسهولة بضغط الزر تعرف كش فما يعني لا يمكن مقاومة المد الكاسة لهذا الأمر أنت ممكن تحتاج عليها وتغضب لكن عليك أن تدرك بين المسألة أكبر من يوم ومنك ومن كل شي وعليك أن تقبل الواقع ما ما في حال ثاني يعني على قل أنا حاول أتحدث بطريقة فيها نوع من التفاهم للأمور لكن هناك من يأت لا أتفهم ولا أي شي هذا كل أكاذيب وهذا يعني يعني كيف كيف تتصرف معه لا بد تكون مستعب والاستعداد لا بد أن يكون مو بطريقة عنيفة ولا فعالية طريقة عقلانية منطقية بحث وكون جري يعني نخسر أي مواجه لابد من خسار يعني فعلينا تقبل وجود خسار لو أكنت متدين أو غير متدين الحقيقة الخطيرة هي كما قلت أن القرآن لا يتحدث عن صراع بين موحدين وثانين إنما بين موحدين وهذا مسألة شرحة ثانية والخطورة الخامسة أن العربية هي لغة حديثة مبتكرة بعد القرآن وليس قبلها قبلها موجودة لها اللهجة وعدد الناطقين بها قليلين لكن اللهجة عندما يكبر عدد الناطقين بها وتشكر يعني تبجي تعليف النصوص اللغوية على أساس هو النصر القرآن هو أول كتاب في هذه اللغة واستمر الوحيد لحد القرن الثاني الهجري لا يوجد أي كتاب ثاني غير القرآن غير نص يعني إلا أعتقد نص واحد يمكن كليلو جمنا أعتقد ما ذكر ونضبط شنو لا لا الكتاب كتاب السيبوه كتاب هو الكتاب الثاني بعد القرآن اسم الكتاب يعني كان عندي يمكن ثماني مجلدات ولحد للعن هو مرجع أساسي بالنحو اللغة فاللغة العربية هي لغة جديدة لكن هي لغة لهجة لهجة قريش حسب الرواية التي وصلتنا وهذه اللغة لهجة هي اللهجة بسيطة يعني لكن أضيفت عليها وتنوعت وكذا وأصبحت لغة القوم أو أليس القوم أما لغة الناس العامة لا هي لغة الثقافية لغة السلطة ولغة السلطة دائما يقلدها الناس الناس تتبع الغالب وتحاول أن تقلده وتعمل لصالح السلطة ولكي تعمل يجب أن أن تتقل لغة السلطة وتتعامل معها بلغتها ولغة الغالب وليس المغلوب المغلوب هو السرياني والأبري الخطورة السادسة هي أن القرآن أصبح نص شعيرة دينية وليس نصا للقراءة والاستزادة والمعرفة الخطورة السابعة إنما أن ما جرى هو تدمير كامل للتاريخ كامل السابق على القرآن الكريم والقرآن أجري توثيقه وليقول بأن ما سبقه هو أنا نتيجته وها جاي أصلح فأنت تهذف التاريخ السابق عليك تفهم ما يقول أنت لا أسس التاريخ جديد ورفضت كل تاريخ بل أنك لا يقول لك لا هو هذا التاريخ هو موجود داخل الكتاب وخارج الزمن رغم أنه ثلاثة أشيسة نزل منجمة فيعني قصة ملفلفة عجيبة ما أعرف كيف الناس مقتنعة بها لا هو فرض السلطة وخلاص لا تناقش هي هاي هاي الفكرة في تناقضات لا تعصى خلاص بس أنت أصمت لا تتحدث لا تتكلم الآن الصمت أنا ساعة ما أصمت راح أصمت ثانيا وراح يطلعون مليون واحد كيف راح تصفر معهم هاي الف واربعمية سنة الناس صامت لكن اللي قادم اللي الموجود الآن كيف راح تصرف معه لا حل يعني غير أنه تتقبل الواقع وتتقبل الوجود أفكار مفتوحة وتحرر القرآن من هيمنة المتسلطين عليه عملية تحرير القرآن يجب أن تكون مسألة مقبولة من الجميع يعني لا تستطيع أي شخص حتى لو أنت متدين مع احترام إلك أن ترفض قراءة القرآن وقراءة الموروظ كله بطريقة منفتحة وإلا أنت راح تدخل في مواجهات خاسرة وتخسر أنت وعائلتك والناس الجميع يخسرون ونظل ندخل في هذه مجادلات العقيمة والحل المهمين عليه ومنتفعين منه وأنت وعلاق الأصمت إذا أنت تخاف من هاي السلطة الدينية والمؤسسات الدينية أصمت أصمت افهم أنه أنه الموضوع فهم افهم أنه الموضوع يتعلق بالفهم وليه بالنصياع والامسثال طبعا في ناس أكيد راح يقولون هذا كلامك ليس في مكانه وقول لهم يعني لماذا ما نشوف أحد يطرح خاصة ما يسمى فكر العرب المعاصر يطرح هذه القضايا لا اسأل على هذه الأصول لا اسأل ما تسأل ما حد يسأل ما جدوا هذا الفكر إذن عندما تيجي عجابر يقول لك لا أنا لس فقها أنا أتحدث بما يسمى العقل العربي وراح سوال قصة العقل العربي واعتمد على الفلسفة المشرقية والفلسفة المغربية وقال هناك ابن طفيل وابن رشد وابن خلدول وهنا ابن سيناء والفرابي والكندي وغيرا ولغا الموضوع بأكمله وهم هؤلاء جميعا هم على هامش 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 الحياة والواقع التاريخي الثقافي العربي الإسلامي أو المنطقة بأكمله هامش هامش ولا أثر لهم في أي مكان الآن لا في وقتهم ولا الآن هذا التهرب من المواجهة الأمور مناقشة الأصول نفسها ذاتها نفسها ما هي هذا الأصول من أين أتت كيف هو هذه الخطورة الكبيرة وهذا السؤال لم يعد قابلا للتأجيل ولا المقاومة والتصدي والرفض والمنع لأن الأشياء فتحت كما قلت كانت ناجحة العملية سابقا بفعل الضغط السلطوي والعنف والتهديل والتحجيم لا لكن الآن سأفتح المايك كيف سيطرع هذا مليون عبيب دو كل دول العالم إذا أنت موجود في السعودية أو في مصر هناك واحد يطلع لك من يوزلندا يومية يسوي لك يومية يطلع لك فيديو ويشي تسوي لها ما عندك حال غير أن تواجه الأمور بشكل حقيقي وصحيح ودقيق ومنفتح وعليه وعليه فأن البقاء في هذه الأسئلة النافلة التافية البسيطة التي يطرحوها هؤلاء من يدعون أنهم قادة الفكر العربي المعاصر للكلمة الطويلة العرضة حلوة الفكر العربي المعاصر كل النقاشات هم نافلة وخارج الموضوع ولا يناقشون الأصول الأصول نفسه لماذا نناقش الأصول وشن السبب يعني هي الأصول التي نقف عليها جميع هي أصول اللغة مالتنا والفكر والتراث والوعي وكل شيء وتقاليدنا وعرافنا وحتى مناهجنا بالتفكير فأنت عندما ترجع الأصول عندما تجي تبحثها وتقراها وتحليلها وتفكيكها وتركبها بعد ذلك وتفهم أصولها بعد ذلك راح تطلع أفكار جديدة والأفكار الجديدة راح تطلق في الضرورة وحلول جديدة وهذه فضيلة والناس تجدد بهذه الطريقة وهذه فكرة أما من يرفض هذا فبقين هناك بقيها السلطان نفسها المهيمنين نفسهم وهذا وهلا يتبعون أموال لكي يستمرون في حيمنة على رقاب الناس والذين لم يعد بالإمكان سيطر عليهم ولكن كل ما يحاولون هو تأجيل هذا المصير الذي سينالهم أخلص لقول أنا كل هذه المحاولة لأن أكشف عن وضع وثقافي مهيمن على واقعنا ولا أريد أن أقول أنا مع أو ضد يعني أحد أو جهة أخرى ويبقى القرار لكم وشكرا جزيلا وأتمنى أسمع آراءكم طبعا وخاصة نتجاوز مسألة اختران الديني بالسياسي وأجعل الاختران الديني هو اختران بالمعرف وليس الاختران بالسياسي وليس التحويل الدين فقط إلى أعدات للسلطة وجهاز أو لممارسة السلطة يعني المعنى الديني الذي يجري ترويجه من خلال القرآن وتحويل القرآن إلى هو معنى مغموع ومغلق ولا يريد أن يجدد الوعي ويجدد الفكر فعندما يأتي القرآن ويقول لك هناك معنى داخل النص فيجي الرجل الدين والفقه والسياسي المتحالف معه ويقول لك لا هناك معنى واحد لهذا النص وهذا المعنى عليك أن تتبعه ولا تناقشه ولا تفتح فمك بنقاشه في مناقشه ولا حق لك أن تقرأ هذا النص وتعتبر بأن هناك معاني متعددة فيه فما معنى هذا الشيء ولا وبعد ذلك يأتيك واحد يقول لك لا هذا المعنى أنا يجيك الشيء يقول لك لا المعنى هذا غلط المعنى مالتي هو الصح يجيك السني الشافي يقول لك لا هذا مالتي العشعري يجيك السلف يقول لك لهذا المعنى ونهد يدخل في حروب بكل واحد المعنى مالته وبدل من أن يدعي أن المعنى موحد أصبح أصبح الدين معاني متعددة والمشكلة مولي أنه متعددة حتى بالعكس سعيد عندما تروح للغرب تلقى أفكار وأراء مختلفة ومعاني مختلفة كل واحد يفهل من أمور بطريقته ويقتل معنى خاص به لكن لا نقل معنى خاص به نقتل كل معنى آخر لأن المعنى الآخر معاكس يعني المول معنى حتى يصير تلاقع بين المعاني المختلفة والأراء يصير تلاقع وشعة النظر الشيعية وطوائف المختلفة الشيعة ووشعة نظر السنية وطوائف المختلفة ويصير تلاقع للمعاني ومن أتى تفرز يصير عندنا واقع ثقافي وفكري ومعرفة نفهم بواقع الحياة والإنسان ومصيرة وكل أسئلة الأساسية الأسئلة الكرينولة الأساسية لا ماذا يفعل؟ يفعل من بالعكس هذه المعاني تصبح معاني متحاربة فيما بينها ولاغية للأخرى تماما بدلا من أن تتفاعل فيما بينها وتتحول وتتصارع من أجل خلق معاني جديدة وهكذا كما يفعل الغرب حاليا الأفكار تتلقح وتتطور والمجتمعات معها تتطور شكرا جزيلا واسفة طالعا ومع السلامة